أثار المرض الخطير الذي أصاب الاقتصاد الوطني تتجسد في قانون المالية لسنة 2016 أثناء إحالته على غرفة البرلمان السفلة وزير المالية عبد الرحمن بن خالف كشف عن حركة تنازلية ستنتهجها ميزانية الانفاق العمومي فميزانية التسيير ستنزل إلى 1848 مليار دينار وهو نفس الاتجاه الذي ستسلكه ميزانية التجهيز حيث ستبلغ ميزانية الترخيصات في البرامج 1550 مليار دينار أما اعتمادات الدفع ستصل إلى 3176 مليار دينار وفي الشق المقابل ستنخفض قيمة الإرادات من 7984 مليار دينار في العام الماضي إلى 5000 مليار دينار في السنة المقبلة 3000 مليار دينار منها من الموارد الجبائية العادية والإرادات المختلفة والباقي من نصب الجباية البترولية ستشهد النفقات العمومية في 2016 تقليصا انتقائيا سيلكتيف فنفقات التسيير إذن بهذا التأطير ستنخفض ب 164 مليار دينار ستصل إرادات الميزانية في سنة 2016 إلى ما يقارب 5000 مليار دينار قانون المالي الذي يأتي في أيام الظلمة الاقتصادية رفع من قيمة السعر المرجعي للبترول إلى 45 دولار بعدما كان محددا ب37 دولار في وقت سابق فيما بني القانون على أرضية دولار واحد مقابل 98 دينار كسعر للصرف وزير المالي عبد الرحمن بن خالفة أثناء دفاعه عن مشروعه كشف بأن احتياط الصرف سيتدحرج إلى 121 مليار دولار سنة 2016 بعدما كان 151 مليار دولار في السنة الماضية متوقعا أن يرفع قانونه نسبة النمو من 3.8% إلى 4% أما النمو خارج المحروقات فسيصل إلى 4.5% في السنة المقبلة حسب بن خالفة يرتكز المشروع على سعر متوقع في متوسطه للبرميل لسنة 2016 بكرم 5 دولار يتوقع أن تصل احتياطات الصرف إلى 121 مليار دولار خلال سنة 2016 أي ما يعادل تقريبا 23 شهر من الاستيراد ليعترف بن خالفة بعد ذلك للجزائريين أمام نوابهم بعجز في الميزانية بنسبة 12% من الناتج الداخلية الخام وهو الأمر الذي وصفه خبر المالي السابق بالخطير